السلام عليكم هنا مشكور للتذكير فقط من زميركم عبدالله خريسات على نموذج لسلسلة غذائية تبدأ بالمنتجات وهي النباتات وسلاسل القمح ثم المستهلكات اللي هي الجراد الدجاج الهامستر ثم المستهلكات الثانية مثل الأفعى ومثل الثعلب هذا التذكير لسلاسل غذائية وهي تجمع السلاسل الغذائية يعطي شبكة غذائية هذه العلاقات الغذائية بالنسبة للفصل الثاني سنبدأ اليوم في المناطق البيئية في العالم هذا الصورة للعالم في الكرة الأرضية يعد فقدان التنوع الحيوي واحد من أكثر الأزمات العالمية المثيرة لقلق العلماء والسبب في ذلك الانقراض في تزايد يفوق عدد المعدلات الطبيعية إذن الانقراض بالنسبة للكائنات الحية يفوق المعدل الطبيعي وبالتالي سوف يحدث هناك ثغرات في السلاسل والشبكات الغذائية سنتحدث في هذا الفصل عن ما هي المناطق البيئية في العالم وما خصائصها وما هي أنواع الكائنات الحية التي تعيش في هذه المناطق تنقسم المناطق البيئية في العالم إلى منطقتين منطقة بيئية اليابسة والمنطقة البيئية المائية مناطق اليابسة تنقسم إلى أربع مناطق إذن اليابسة تنقسم إلى أربع مناطق الأولى المناطق العشبية ثم منطقة الصحراء ثم الغابات ومن ثم الرابعة وهي المناطق الباردة سنبدأ اليوم بالمناطق البيئية الباردة وفي كل حصة سنتحدث عن منطقة جديدة وندرس مميزات هذه المنطقة وما هي أهمية الكائنات الحية التي تعيش فيها نبدأ اليوم بالدرس الأول بتاريخ اليوم 19-09-2020 اليوم السبت نبدأ أيضا كما تحدثت سابقا عن مناطق الباردة هنا صورة لكائنات حية تعيش في المناطق الباردة وتوزيع المناطق الباردة على سطح الكرة الأرضية باللون الرمادي القطبية المتجمدة باللون النهدي التندرة باللون الأخضر أو الفسفوري هي مناطق التيجة إذن هذا يدلنا على أن المناطق الباردة تنقسم إلى ثلاث مناطق منطقة التيجة ومنطقة التندرة ومنطقات القطبية المتجمدة بس معلومة للتوضيح أن هذه المناطق لا توجد يعني ما في منطقة اسمها تيجة ما في منطقة اسمها تندرة هي مناطق بيئية تحمل صفة التيجة تحمل صفة التندرة وهكذا نبدأ إذن بالبداية في منطقة التيجة الموقع كل منطقة تحدثنا نستطيع أن تحدث عن الموقع لهذه المنطقة بالنسبة للموقع التيجة تكتب هنا الموقع تقع التيجة شمال أوروبا وكندا وسيبيريا إذن في منطقة شمالية لأوروبا وكندا وسيبيريا تمتاز بشتاء قارص طويل إذن مناخها شتاء قارص طويل وفصول دفئ قليلة معدل سقوط الأمطار لا يزيد عن 50 سنتيمتر سنويا إذن هنا المناخ إذن تحدثنا عن الموقع ثم المناخ أهم النباتات ينتسود في منطقة التيجة المخروطيات وسبق تحدثنا عن المخروطيات في الصف السابع في وحدة تصنيف الكائنات الحية كالصنوبر والسيرو وهي الأكثر تكيف في هذه المناطق والسبب لأنها دائمة الخضرة إذن هنا علل لماذا يكثر في منطقة التيجة المخروطيات إذن هنا علل السبب واحد لأنها نباتات دائمة الخضرة ما معنى دائمة الخضرة؟ أن أوراقها غير متساقطة يعني مش موسمية تسقط أوراقها في فصل الشتاء دائمة الخضرة اثنين تمتلك أوراق إبارية شمعية إذن طبيعة الأوراق إبارية شمعية وليست عريضة لأنها تعيش فيه بشتاء قارس لكي تحمي نفسها من البرد القارس ثلاث شكلها مخروطي والمخروطي يعني أنه من الأسفل واسع ومن الأعلى ضيق والسبب اللي هي مثل منطقة مثل شجرة الصنوبر شكلها مخروطي يقلل من تراكم الثلوج على القمة إذن تنتشر فيها المخروطيات والسبب واحد واثنان وثلاث أخيرا ما هي أهم الحيوانات بالنسبة لمنطقة التيجة الحيوانات في هذه المنطقة السنجاب والذئب والبوم والغزال إذن المنطقة الأولى التيجة الموقع ثم أهم النباتات ثم أهم عفوا الموقع ثم المناخ ثم أهم النباتات ثم أهم الحيوانات نبدأ الآن بالمنطقة الثانية وهي التندرة التندرة تقع بجانب الدائرة القطوية تتركز في النصف الشمالي من الكرة الأرضية إذن النصف الشمالي من الكرة الأرضية هي مناطق تندرة تسمى صحاري باردة إذن هنا علل تسمى منطقة التندرة صحاري باردة أو ممكن أجيب لك ياها صح أم خطأ منطقة التيجة صحاري باردة راح يكون إجابة خطأ هي التندرة يعني بالاسم هناك يعني ميزة بالاسم أكيد لأنه صحاري نحن بنعرف أنه صحاري مناخها مرتفع الحرارة قليلة الأمطار وهذه تسمى صحاري باردة لأن درجة الحرارة فيها هي مناطق باردة لكن معدل سقوط الأمطار فيها يقل عن 25 سنتيمتر سنويا إذن هذا السبب بتسميتها بالصحاري الباردة هنا أيضا لا تنمو الأشجار في التندرة إذن في التندرة ما في أشجار كما في التيجة أشجار حرجية الصنوبر السيرو هنا ينمو في التندرة نباتات زهرية ذات مدة نمو قصيرة فقط يعني مدة نموها قصيرة إذن أهم النباتات نباتات زهرية مدة نموها قصيرة والسبب بسبب البرد الشديد فلا يمكن أن تستمر هذه النباتات في العيش مدة طويلة السبب أيضا لأن لا تنمو الأشجار في التندرة هنا علل السبب لعدم توفر كميات كافية من الأمطار هذا السبب الأول السبب الثاني لوجود طبقات جليدية لا تتمكن الجذور من اختراق هذه الطبقات الجليدية إذن التندرة تحدثنا عن الموقع وتحدثنا عن المناخ وتحدثنا إذن عن أهمية النباتات ولماذا تسمى الصحاري الباردة وأيضا لماذا لا يتنمو فيها أشجار حرجية أهم من الحيوانات كالحشرات والبعوض وهي غذاء للطيور المهاجرة التي تمر في هذه المنطقة وتهاجر المنطقة الثالثة مناطق الباردة وهي المنطقة القطبية المتجمدة من أسمها منطقة قطبية إذن هي تحيط بالقطبين الشمالي والجنوبي نحن نعرف أن الكرة الأرضية فيها قطب الشمالي وفيها قطب الجنوبي هذه المنطقة القطبية تحيط بالقطبين الشمالي والجنوبي بالنسبة لأهم الحيوانات في هذه المنطقة البطريق والدب القطبي كونها مناطق قطبية إذن أكيد فيها بطريق والدب القطبي بالنسبة للمناخ هي دائمة التجمد والبرودة مناطق قطبية طبيعي إنها تكون دائمة التجمد والبرودة من اسمها قطبية متجمدة بالنسبة لأهم النباتات تشكل نباتات المائية والطحالب المنتجات في هذه المنطقة أخيرا هنا تحدث عن الأشنات وهي المنتشرة والتي توجد في مناطق التندرة هنا في التندرة تظهر في التندرة الحزازيات والأشنات درسناها سابقا في الصف السابع في وحدة التصنيف هنا صورة مصغرة للأشنات وهي الفطر والطحلب معا يعيشان معا علاقة تكافلية بين الفطر والطحلب كل منهما يمد الآخر بالغذاء والآخر يمد الثاني بالمياه أخيرا نكلف أنت بحل الواجب التقويم والتأمل صفحة 24 السؤال الأول والثاني والثالث على الدفتر في نهاية الحصة أحب أوجه شكر جزيل لزميلكم الطالب بهاء العلوان بسبب إحضاره لوحة توضيحية يوضح فيها الفرق في المناطق الباردة بالنسبة للتيجة التندرة والمناطق القطبية سلمني إياها قبل نهاية الدوام اليوم الأربعة ودمتم بخير جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته